مكونان فقط سيدمنون لك عدم موت نباتاتك والذبولها نتيجة فطريات وأمراض التربة ونقص المادة المغدية وأيضا نتيجة البرودة والحرارة والظروف القاسية يا الله ما أجمل هذه الشتلات الصغيرة عندما تكبر ستعطينا أظهار البلسم الجميلة لكن للأسف نلاحظ دائما أن هذه النباتات الصغيرة كشتلات الرمان مثلا والتي تشاهدون الآن غالبا ما تموت وثذبل في هذه المرحلة من عمرها والسبب هو فطريات التربة وتعفنات الجذور لذلك جئتكم اليوم بالحل الفاعل والذي سيجعلك مطمئن على أي نبات عندك داخلي أو خارجي خضروات أو فاكهة وغيرها هذان المركبان رخيص الثمن وليس لهما آثار جانبية مثلا شتلات الرمان هذه وكي نضمن نموها بشكل سليم وبدون مشاكل بكل بساطة سان السامل القرفة والكيبريت وإذا لم يتوفر لديك الكيبريت السامل القرفة هو مكون آخر سأذكره لكم نهاية هذه الحلقة إذا لنبدأ مباشرة بالقرفة وأنا جهزت هذا المحلول من قبل وطريقة تجهيزي سهلة قمت بغالي ملعقة صغيرة قرفة ونقعتها في الماء لمدة 24 ساعة بعد ذلك خففتها بليتر واحد ماء بعد تصفيتها وحصلت على هذا المحلول والذي سأستعمله سقيا للتربة وتأكد أنك بعد استعماله أنه سيطهر التربة من الفطريات المسببة لأمراض وتعفونات الجذور إذن أصدقائي بعدما نسقي التربة نأخذ الكيبريت ونرشه على الأوراق والساق بهذا الشكل الكيبريت معروف منذ القدم وأجدادنا كانوا يستعملونه كمبيد فطري وقائي آمن على صحتكم لأنه لا يدخل مع وصارة النبات الكيبريت أيضا سماد ونعلم أن عنصر الكيبريت مهم جدا لكل النباتات الكيبريت أيضا طارد للحشرات والديدان فعال ضد الدبابة البيضاء والمن والتربس والبياد الزغبي لكن ما يهمنا اليوم هو كيف نحافظ على الشتلات الصغيرة من الذبور نتيجة تعفونات الجذور ونتيجة ارتفاع مصة والملوحة في الماء ونتيجة الري المبالغ فيه عن حسنية طبعا لأن الكثيرون يعتقدون أنهم يعتنون بنباتاتهم لكنهم في هذه الحالة وأقصد الري الغزير أو الري المبالغ فيه يضر النبات فقط لذلك أصدقائي فإن الكيبريت في هذا الوقت من السنة وأقصد في الشتاء والجو البارد فهو يرفع من حرارة النبات ويجعله مقاوما للبرودة إذا لم يتوفر لديك الكيبريت استعمل مستخلص البابونج أو مستخلص الثوم بتقطية 300 جرام من فصوص الثوم ونضعهما مع 5 لتر ماء دافئ لمدة 24 ساعة ويفضل استخراج الجذر كاملا ونقعه في هذا المحلول وسوف ترى بنفسك النتيجة المبهرة ليس فقط الشتلات الصغيرة هذه الطريقة جد فعالة مع كل النباتات وهنا مثلا إكليل الجبل عملت له نفس الطريقة وكما قلت هذان المكونان آمنان جدا ويستعملان حتى للنباتات التي نستهلكها إذا وصلت لهذه المرحلة اكتب في تعليق كلمة تم وسؤال حلقة اليوم هذه الزارة تعطينا خيوط يطلق عليها الذهب الأحمر فما هو اسمه؟ أصدقائي نحتاج لدعمكم فقط إعجاب للفيديو وشكرا جزيلا